أولاً من علاجات السحر تجديد التوكل على الله بأن تعلم أن النافع هو الله والضار هو الله إياك نعبد وإياك نستعين ثانياً أخرج من قلبك حول كل أحد ولا تعتقد أن أحداً سواء مشعوذ أو دجال أو كاهن أو ساحر بل ولا راقي لا يوجد الحل والعلاج والبرء إلا من الله ووالله يا أحبابي أقولها بصوت عالل إن أحد أسباب سرعة شفاء المسحور هو إيمانه وإيمان الأسرة التي معه بأن النفع والضر بيد الله دعوة في جو في ليل تصدع الجدار ولا ما تصدع الجدار والطلع من البحر ولا ما طلع من البحر وتخرجه من أقصى الأرض يمكن سحرك مدفون في غرب أفريقيا في جنوب أفريقيا في شمال كندا في جنوب أستراليا ما تدري لكن والله يطلق إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين الثالث أن تعتقد أن المفسدين هم السحرة والله لا يحب الظلم وأنت مظلوم لكن تذلل إلى العظيم جل وعلا أن يفك عنك الجهد البلائي والعناء خامساً إن السحر قد يصيبك لإيمانك حتى تزداد قرباً إلى مولاك تزداد قرب حافظة قرآن تصاب نعم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم أصيب ما تصاب أنت ولا أنا ولا غيري ولذلك قد يصاب الإنسان ولو كان من أهل الخير ما يقال فلان أذكار ضعيفة أو يقال فلان فيه بعض النقص لا هذا بلى إن كنت مذنباً فهي عقوبة لعلك تتوق وإن كنت تائباً مؤمناً منيباً فهي ابتلاء ليرتفع ترتفع درجاتك عند مولاك خامساً أو سادساً اعلم أن النشرة على نوعين النشرة اللي يحل السحر على نوعين حل السحر بالقرآن وبالأوراد فهذه النشرة شرعية وهذا اللي إذا قرينا بعض كتب أهل العلم كالحسن البصري وغيره عندما أباح النشرة البعض يختلط عليه يقول النشرة يعني عند الضرورة أذهب للساحر لا لو أبحنا للمسلم أن يذهب للساحر لحل السحر إذن لماذا نمسك الساحر ونضرب راسه شلون يا أخي نخليه حل السحر ونقول بيض الله وجهك شكراً يا أبو فلان وبعدين يجي الثاني يمسك الهيئة أو يذبحونه ما يمكن هذا معقول نمنع نمنع ونأمر لا يمكن إذن إذا سمعت نشرة في الكتوب أهل العلم فالمراد بالنشرة حل السحر بالقرآن والأدعي أما أحفك السحر بالسحر فهو على الصحيح محرم ومن هنا مسألة بعض الرقات يبدأ راقي وحبيب وفيه خير كان مريضاً فرق نفسه فشفيه فبدأ يرقي الناس وأنا أقول تحية للرقات المحتسبين الصالحين اللي لا يخلون بالنساء ولا يضعون أيديهم على رؤوس النساء ويشترطون المحرم ويحتسبون في الرقية اللهم زدهم يا رب توفيقاً وآتهم أجرهم مرتين الله اجزاهم عنا الخير هؤلاء الرقات قرت عيوننا لماذا؟ لأنهم يقدمون للمسحور والممسوس والمعيون شيء ما نقدمهنا خاصة المحتسبين ويدخل في المحتسبين اللي ما يشترطون أما اللي يقول رقية خاصة بمية وخمسين والماء بستين هذا الكلام وبعدين يطلع من الرقية ليسر يعبر الرؤى وبعد ما يعبر الرؤى يبيع زمزم وبعد ما يبيع زمزم يبيع أعشاب ويدخل فيه هذا الكلام أيها الأحباب أخذوا أخذوا مال على قربة لا تشترط إن أعطوك خذ لكن لا تقول بكذا إنه يعطيك عشر ما يعطونك واحد يعطيك وإن أردت الخير فلا تأخذ على الرقية شيئا قل لا أسألكم عليه أجرا أجري على من؟ على الله أعود فأقول هناك بعض الرقات أحيانا يستعين بالجن فما حكم استعانة الراقي المسلم بالجان المسلم لأن تلاحظ بعض الناس يقول رحنا لفلاني يا شيخ عالم وقرأ سبوعين ما تأثرت المريضة أو ما تأثرت المريضة ورحنا للراقي لفلاني لكن يوم رحنا لفلان من يوم قال أعوذوا طاحت على طول ما شاء الله وشوي بدأت تنتفظ وقال بطلع بطلع أعاهد أخي هذا الراقي ولا بلع يا أخي ما بعد قرأ هذا غالبا منهو هذا هو التقي هو عامي يمكن قاموا يصلون جماعة وما قاموا يصلي الله يجزاك خير سقط عنها التكاليف ما تلاحظون بعضهم ولا يحب المدن يروح في القرى لأن المدنة تفضحه والعلماء يفضحونه ولذلك هذا اللي يقول أعوذوا ولا يمسك اصبع ويرصه وتصيح بدون قرآن ولا يدخر كده ويقعد يضرب على الذراع ويضرب يضرب يضرب ولا يجيبه ويربط الأصابع ما شاء الله استشاري جراحة جن هذا هذا الرجل اللي على طول بدون قرآن طلع هؤلاء هذا غالبا يستعين بالجان ما معنى جان تلبس به هو أقوى هو من الجان المتلبس باللي قدامه في صلط الجان اللي عنده غالبا يكون مارد يقول ها صلط عليه فذاك يصيح خايف مهم من القرآن خايف من المارد الذي مع الراقي وهذا انتشر للأسف وصار بعض الرقاة نعم كان بداية رقيته نعم وطيب لكن تلقى بدا يطول ثوبه يحك حك لحيته وبدأ يقل طاعته ويخلو بالنساء ويقول يحط يدها على الرحم يقول حتى أحبس الجان والله الجان في راسك مهو في بدن الآدمية هذه وهذا قلة إيمان وقلة ورع وقلة خوف من الرحمن ولذلك أقول حكم استخدام الاستعانة الإنسان بالجان للمسلم لأن بعضهم يقول هذا ويقول أشهد أن لا إله إلا الله ويا أخي يتكلم معي وكان يذكر الله نعم هو مسلم جان مسلم لكن لا يجوز استعانة الإنسي بالجني إلا وقد انصدع التوحيد عند المستعين به تستعين بغير الله ثم إن علاء الأمراض بالقرآن مهب الجن أتستعين بجان إن كان ظالم حتى يطلع ظالم أظلم منه هذا الطريق ثم غالبا يدخل العجب والكبر في قلوب الرقات الذين يستعينون بطرد بطرد الجان وعلم أنك تلاحظ الجان هذا الذي بدأ يستعين به الراقي على طول يرقيه من راقي إلى معبر الرؤى وتدري كيف يعبر الرؤى بعضهم يعبر الرؤى ليس بالعلم الرؤيا علم ولذلك هي فتوى لكنه ما يعبر بالرؤى تلاحظ بعضهم يقول لها أنا رأيت أني أسير في الصحراء فسقطت في حفرة قال وخر سريرك اللي تحت الجدار الفلاني حطه تحت استارة اشتخل سريري في الحفرة اللي طحت فيها وبعضهم يقول أنت فعلت ومن يوم يقول أنت فعلت وهي ليست من أصول الرقى اعلم أن معه جان يخبر قرينك فقرينك يخبره بما فعلت فيأتي لبعضهم يقول يا أخي هذا تعبيره في الصميم لا يا حبيبي جن مع جن في الصميم واستخدام الجان في إخراج الجان أو في تعبير الرؤى طريق محرم غير شرعي فلنحذر فلنحذر فالرؤى علم والرقية علم فلا نأتي إلا للمؤتمنين فاحذر من ذلك من خطوات أيضا من خطوات علاج السحر الرقية والقرآن كله رقية لكن أعظم رقية في كتاب الله سورة الفاتحة وقد ذكر ابن عباس رضي الله عنهما أن هذه الآية وقال موسى ما جئتم به السحر إن الله قال قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله 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 إن الله لا يصلح عمل المفسدين إذا قرئت على المسحور بعد الفاتحة وآية الكرسي أنها تخفف من حدة هذا السحر وقد يبقى السحر في بدن الإنسان وقد يبقى الجان في بدن الإنسان لكن إذا قرئ عليه ضعف شيطانه وضعفت وسوسته وضعفت قوته وقد يتعايش الإنسان مع وجود هذه الأدواء ويتعاراه بعض الآلام بين الفينة والأخرى لكنه عليه بالصبر الجميل وعاقبة الصبر الجميل جميلة وبإذن الله أن الله يبطل عمل المفسدين جل وعلا من العلاجات أيها الأحباب التعويذ أعيذك بكلمات الله التامة ومنها بسم الله أرقيك من كل شر يؤذيك وهكذا منها قراءة البقرة وهنا وقفة بعض الرقات يقول لبعض المرضى اقرأ البقرة كل يوم فهل هذا مشروع؟ وبعض المرضى تعب كل يوم البقرة ولذلك أحبابي اجتهاد بعض الرقات في أنه يقرأ المريض كل يوم البقرة هذا إذا كان المريض يريد ذلك ولا يتعبه فخير خير يطهر بدناه يطهر بيته لكن الرقية ليست بالبقرة كاملة اللي ورد في البقرة أنه لا يستطيعها البطلة أي السحرة يتعبون إذا قرأتها في البيت لكن ليس كل يوم قل لي اقرأها في الأسبوع مرة في الشهر مرتين ثلاث ثم ينفث بها على نفسه